الكاتيوشا وغيرها من سلالات الصواريخ المنفلتة والمسيرات بأنواعها كل هذا وأكثر من قوائم الهجمات المتكررة على سيادة العراق وأمنه وحياة شعبه الجديد الذي يضرب أكثر منظومة مهمة لهيبة الدولة هو ذلك المسلسل المتزايد في الفترة الأخيرة والذي يتصاعد فيه ضرب واستهداف أرتال الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي للقوات الأمنية العراقية التحالف الدولي الذي لم يعد له غير مستشاريه في البلاد وهو العامل الأساس لخدمة أمن العراق من خلال دعم القوات الأمنية بإيجاد خطط استراتيجية لمحاربة تنظيمات الإرهاب وخلايا داعش النائمة المستيقظة بين الفترة والأخرى وعلى ما يبدو أن تلك الفصائل غير منضبطة بسياق القانون والضاربة به عرض الحائط أصبحت تشكل دعما بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتقوية عضد خلايا الإرهاب ليس هذا فحسب بل وعلى ما يبدو أنها لا تضع في الحسبان دماء وأرواح العراقيين المدنيين الذين يخسرون حياتهم خلال استهداف الأرتال اللوجستية للقوات الأمنية المعلومة الواضحة تماما أن أرتال الدعم لا تحمل أي جنسية غير عراقية بما معناه أن العراقي هو الخاسر الأول والأخير تهديد خطير يضعفه مسيرة القوات العراقية في الدفاع عن أمن واستقرار البلاد وشعبها لكنه تهديد بدأ يدق جرس الإنذار الذي يسمح باعتداء تلك الفصائل لأن يظل العراق رهينة الإرهاب وضعف جيشه وأمنه واستمرار شلال الدم وهو ما يفضح سياسة تلك الفصائل البعيدة كل البعد عن دعم أمن بلاد الرافدين ترجمة نانسي قنقر